السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أهلا بك أنا عارف إن النعايات ده جديدة عليك وعليه برضو ما نكافش لكن يلا ده اللي حصل بقى خلينا نتكلم في الأحداث اللي حصلت مبارح بالترتيب كده هنتكلم في ايه أول حاجة نتائج مباريات الدور المصري في كرة القدم في جولة 28 تاني حاجة كاس السوبر بين نادي باريس سان جيرمان ونانت الفرنسي اللي لعب في مصطفى محمد نجم الزمانيك السابق وهنتكلم مصطفى محمد عمل ايه بالصبت في المباراة دي كمان في شوية صفاكات كده عندنا في الدور المصري هنرحب مرة تانية بعودة لعبنا السابق جونيور أجايي لا مش جاي الأهلي للأسف هو رجع الدور المصري وكمان واحد للأسف رحيل بدر بنون رسمياً لنادي الأهلي القطري كمان هنتكلم عن اقتحام سيد عبد الحافليز مدير الكرة في النادي الأهلي لغرفة حكام البار في مباراة مقاولهم مع النادي الأهلي لكن قبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان لو عملت لايك للفيديو واشتركت في القناة لو ما كنتش مشتركة تبقى صديقي وكفاءة نبدأ على طول بنتائج الدوري المصري في الجولة 28 الافتتاح الجولة 28 من عمر الدوري المصري غزل المحلة بيفوز على سموحة بهدف وحيد سجله عبد يحيى مهاجم نادي غزل المحلة كمان سوروميكا كل بطرة بتخسر من أسترين كامباني بهدف لأحمد صالح سجله في دي 11 وعلاق عبد العال مذرب أسترين كامباني بدأ ان هو ينشط فريقه شوية وبدأ يبتعد بيهم عن مناطق الهبوط واحدة واحدة طلاقة الجيش بقى بتفوز على الاتحاد السكندري بهدفين سجلهم علي محمد الزهدي بيسجل الهدف الأول وبعد كلا أحمد سمير بيسجل الهدف الثاني لطلاقة الجيش ويسجل الاتحاد بنجامين بوتنج كلا نبقى خلصنا نهائج الدوري المصر نخش بقى على ممبراط دانت مع باريس سان جرمان في كاس السوبر الفرنسي النتيجة خلصت لباريس سان جرمان ودي نتيجة متوقعة 4-0 الصالح باريس سان جرمان اللي هو بياخد الكاس رقم 11 دي كاس السوبر 11 دي على مرة تريحه افتتح التهديف لنويل ميسي في الديئة 27 وبعد كده نيمار سجل سنائية واحدة في الديئة 45 واحدة في الديئة 82 هدفين نيمار وكمان سير جرامل سجل الهدف الثالث لنادي باريس سان جرمان في الديئة 57 نخشبها على مصطفى محمد عمل ايه في الماتش قدام باريس سان جرمان هو بدأ المباراة كبديل نجل في الديئة 64 وكمان هو اللعب حوالي 32 ديئة ما سجلش وما صنعش نتيجة خلصت 4-0 كمان ما قدمش اي حاجة تذكر خالص مع فريقه كمان هو لمسق الكرة 6 مرات بس طول الماتش وقدر ان هو يلعب 3 تمريدات صحيحة بس من قصة 6 بنسبة نجاح 50% كمان ما قدرش ان هو يسدد اي تزديد على مرمى باريس سان جرمان وعمل خطأ واحد بس وحصل على تقييم 6 و4 من 10 وفقا للصحافة الفرنسية كمان دي اول مباراة رسمية لمصطفى محمد اللي هو معار من جلطة سراج للفريق الفرنسي وكان شارك فيه مباراة رين الودية قدام مع ننت لكن برضي مقدمش حاجة وهو قدر زي ما احنا عارفين ان جلطة سراج قدر ان هو يتخلص من مصطفى محمد في الانتقالات الصيفية دي لمدة موسم ان هو اعاره لننت لمدة موسم مع وضع بند في عقده بيسمحه بالشراء نهائيه سموحة بيعدن رسمية القط عقد مع جونير اجاييه مهاجم النادي الاهلي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنين كان اجاييه زي ما احنا عارفين ماشي في فبراير اللي فات عن النادي الاهلي بعد ما فسخوا العقد بينه وبين نادي الاهلي بالطراضي وكان رايح ناحية كان هو بيلعب في نادي النصر الليبي وبعد كده فتخ عقده مع النصر الليبي وانتقل في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات مع نادي سموحة وكان النادي السكندري اعلى ان جونير اجاييه اكتاز الكشف الطبي بنجاح ومضى خلاص ورجع مرة تانية بس لنيجيريا يخلص شوية اجراءات وممكن هيجيب اسرته معاه ويجي لمصر ومفروض النادي الجايه هيبدأ الموسم اللي جايه ان شاء الله مع نادي سموحة كمان هو واحد من ابرز اللعيبة وصفقة ناجحة بإذن الله لنادي سموحة اللي هو بيعرف ازاي يشتدي لعيبة ويباعها بشكل ممتاز جدا هو نادي استثماري رائع جدا الكلام لنادي برامز اللي ما عرفش يعمل اي حاجة باللعيبة اللي اشتراها ويباعها ومحققش اي مبالة مادية ولا بطلات نادي سموحة بيعرف ازاي يشتري العيبة حلوة ويعرف في باعها او حتى ياخد العيبة عارة ويضرحها بها نادي كويسة جدا كمان ان كان في كلام على ان جونير اجاييه في نادي الجمالك وخرجت الصحابة كتير او يتكلم عن جونير اجاييه في طريق النادي الجمالك لكن وكيل جونير اجاييه رفض الكلام ده رفضا بدا وقال ان جونير اجاييه كان لا يفكر على الاطلاق في الانضمام لنادي الجمالك وكان هو رافض اصلا الكلام على نادي الجمالك كمان بذر بنون خلاص هو رسميا موجود في نادي القطر القطري اللاعب كان عنده شوية مشاكل مع الجماهير النادي الاهلي كمان تحديدا خصوصا بعد المراح يبارك للاي بيت نادي الودات في بيتول دوري ابطال افريقيا الموضوع اللي هو اثر شوية على علاقته بالجماهير وكمان كان تدخل زوجته الفاضلة طبعا في التعليق وكان بدفع عن جوزها يعني شدتها طبيعية جدا ودفع عن جوزها لكن ده في مصر الموضوع صعب شوية منفعش ان حتى ده يحصل فكان فيه شوية ترشك كده مع بعض وكان هو برضو العرض المادي ومقدم لللاعب من نادي الاهلي الكتري عرضه مقدم ممتاز في مصلحة لللاعب وفي مصلحة للنادي الاهلي فبالتالي كانت الموافقة من الطرفين ان هو خلاص اللاعب يروح للأهلي الكتري كان خلاص هو اللاعب برضو اقتصد الفحص الطبي مع نادي الاهلي الكتري كمان كان فيه بس مشكلة في موضوع الكشف الطبي ان اللاعب كان جاهله اثنين كورونا مع بعض في بطولة امم افريقيا اللي كان بيلعب فيها السابقة دي مع المغرب وكان فيه شك في كدرات اللاعب الطبية ان هو يبقى لائف طبيا ان هو يلعب في نادي الاهلي خصوصا مع تلاحمه مباريات ومواسم في نادي الاهلي ومشاركة نادي الاهلي في عدد كبير جدا من البطولات فبالتالي فيه ضغط كبير جدا على اللاعب فالنادي الاهلي فضل ان هو يعني احنا نشاهدين ان نتقرر تن تجربة محمد عبد الوهاب الله يرحمه كانت تجربة قليمة جدا لكل جماهير النادي الاهلي ووفاة محمد عبد الوهاب في الملعب في التدريب كانت حاجة صعبة جدا فكان القرار ان احنا ما نقررش التجربة دي مرة ثانية نادي الاهلي كان وافق على عرض نادي الكتر الكتري بعد ما اخد اثني مليون دولار هي نفس الهكومة اللي نادي الاهلي اشترى بيها من الرجوع المغربي وكمان بدرب الانون خلاص هيبقى جاهز ان هو يشارك مع فريق بداياته من الموسم اللي جاي خليلنا بقى نتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي اكتحان مثال عبد الحفيل لغرفة افار بعد مباراة ام قانون معرفية دولار في الفترة اللي فاتت الاهلي كان بتعرض لنتائج سلبية يعني اداء وحش وكان كان في محاولات كده يعني انا مش هتلقون مؤامرة لكن كان في محاولات لتحطيم معنويات النادي الاهلي وتحطيم معنويات لعبة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كمان كان في محاولات اكتر يعني اللي عزعت السكرار النادي الاهلي كان بادئ الموضوع ده من اول خسارة النادي الاهلي لبطول الدوري ابطال افريقيا في المرة الثالثة اللي بيوصل فيها لنهائي للمرة الثالثة على التوالي ورحي بالسم ثماني مديري فاني للصابق لنادي الاهلي كل ده كان فيه شوية اهداف كده تزادع السمرار لنادي الاهلي شواء كانت محليا او افريقيا افريقيا من هو يبدأ يلعب على استاد كده بلانكا في مغرق وهي وكان بي نفسه فريق الوداد الموضوع كان فريق مغريبي بيلعب على الارض وفريق مصري في النهائي فكان واضح ان كان فيه استبعاد لنادي الاهلي افريقيا ان هو يبدأ يلعب في النهائي دوري ابطال افريقيا كمان حيثت محليا بقى بدأ ان الناس تضغط على النادي الاهلي بحيث ان يبقى برامز والزمالك هم اللي بيشاركوا افريقيا في بطول الدوري ابطال افريقيا ده اللي واضح يعني انا مش عايزة بقى بهري لكن ده اللي واضح يعني لو ركس كده هتلاقي ان الموضوع ماشي فيه السك دي فبالتالي كان لازم يبقى فيه شوية ضغط عصبي شوية بقى بدأ يقلك من اول سيد عبد الحفيز ما سلمش على مرتضى ما مشيش في الممر الشرفي فيه هجوم على سيد عبد الحفيز مدير الكرة والنادي الاهلي اللي بيحارب لوحده الاعلام وقادر ان هو يعمل كده وكل ما عوشكين فيه ان هو يقدر يعمل اكتر من كده كمان وبرضو ان الهدف ما تحسبش لنادي الاهلي هو مفروض ان هو ما تحسبش لكن النادي الاهلي دي مفروض ان هي يتم اعادة ضربة الجزاء بتاعت النادي الاهلي اللي تحسبت في اول مباراة ونادي الاهلي دي ضربة جزاء تانية اصلا في نهاية الشيطة التانية اللي يحسب حسن بوردين يعني الدربتين اللي يحسب حسن بوردين لكن الهدف اللي جي تحار اكرام وربيع ولمسته لمدافع مقابلين العرب خليتهم شارك في اللعبة وبالتالي يبقى اوف سايد فده الهدف غير صحيح ان هو يجي لكن احنا لدينا ضربتين جزاء خلينا ننجع بقى للنقطة بتاعت ان ساد عبدالحافيز اقتحم الغرفة دي ولا لا في شوية مصادر كتير او موثوقة قالت ان الانباء دي ليس لها اي اساس من الصحة وان ساد عبدالحافيز لا راه في ورف اطفار ولا ، ولا اقتحمها ولا اي حاجه من الحاجه دي وكل ده هاري على الفاضي ويمكنش في اي تجاوز من ساد عبدالحافيز يعني الذي قالت المسوده في المباره دي уб出ó لا على الحكم بساعة وولا على الحكم الراية وولا على العكم الفار وكان هادي جدا وكان عادي جدا تطول المطش والكلام ده ما حصلش ومش صحيح بارت ما انتشيش ورا الكلام اللي بيتقال وخراس نجم نتأكد ان ما فيش سلب الحفيز مقتحامش هو فتفور ولا حاجة وهو عارف يعني سلب الحفيز مش حد قليل في القورة عارف ازاي يجيب حقه كويس قوي وهارف امتى يدخل وامتى ما يدخلش وكمان يعني بدمغك كده سلب ضحفيز مدير الكرة بتاع النادي الاهلي اكيد 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 مش هيخلي اي حد يمسك عليه اي حاجة في تضر النادي الاهلي او تضر هو شخصيا كمدير الكرة في النادي الاهلي بس دي كانت نهاية الحلقة بتاعت النهاردة يريد تقول لي اي رأيك في المعاد انا عارف ان هو بدرياوي تقول لي اي رأيك في الحلقة ولو فضلت موجود لغاية هنا يعني ما تنساش تعملي لايك واشكرك جدا جدا على ان انت كنت موجود كل الفترة دي سلام عليك